السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السادس والجزء رقم 10 من الشابطة للسادس هنتحدث عن types of corrosion أو أنواع الأروجن أو النحر نمر واحد عندي cavitation corrosion أو ساعت نسميه الأروجن التكاهف أو عملية التكاهف زي ما هنشوفه النوع الثاني اسمه liquid embigment erosion تعال نشوف الcavitation erosion معنائي cavitation erosion it is a erosion of material service by the pressure produced when a gas bubbles collapsed within a moving liquid عندما يسري السائل أو يتحرك السائل داخل مواسير فإن نتيجة لحركته فإن الجازات التي يحملها تقوم بالانفجار على الجدران كما نرى ونتيجة لانفجارها على الجدران فإنها تسبب ضغط يتسبب في عملية التآكل التي نراها على أمامنا وهذا يحدث متى؟ يحدث داخل البامب أو داخل الريش الخاصة بالبامب أو المضخات ده نوع من عين من أنواع الcavitation حادثة هو على الريش الخاصة بالبامب لأن النتيجة لدوران هذه الريشة يندفع السائل فتنفجر الفقاعات الهوائية على هذه الريش فتؤدي إلى corrosion زي ما نرى اللي هو الerosion طيب Liquid Embigment corrosion Liquid Embigment معناه It is an erosion of material caused by the impact of liquid droplets carried by gas stream في الحقيقة النوع الأولان للكvitation كان هناك فقاعات غازية تحملها سائل متحرك أما هنا عندنا قطرات من الماء يحملها غاز اللي يحصل Add Liquid Embigment حاملا قطرات من الماء هذه القطرات تحصل أو تغبط أو تصطدم به الجدران فتؤدي إلى corrosion كما نرى ويمكن ده واضح في المواسير اللي فيها نوع من أنواع الكيعان اللي بيحصل قطرات الماء في المواسير التي تحمل غازات يكون هناك فيها قطرات من الماء هذه القطرات تصطدم بهذه الجدران فتسبب عملية الerosion أو Liquid Embigment erosion وذات بكالإجزامبل على Liquid Embigment ترجمة نانسي قنقرات من الماء